أجمل ما في النهار ساعات الصباح بعد صلاة الفجر حين يصود الهدوء ويبقى صوت العصافير يملأ المكان ونسيم الصباح يداعي بالأرواح العذبة أروح الأعمال هي التي نقوم بها في ساعات الصباح الأولى هذه رائحة سلق الحمص ورائحة خبز الكماج شغل فتي وانتشر عق الزمن الجميل لما كنت نسحى على صوت مدأة التومة وصوت الغسالة صوت الجارات يصبحوا على بعض ويناولوا بعض قرسين تمرية وصحن الحمص منقوشتين أوجات فتي وصوت معالق الشاي نسمعها في كل بيت وهم بيفتروا برا تحت الدالية جنانتنا مطلة على بستانكم كأنهم جنانة واحدة ما في بيننا إلا حاكورة شجرتكم التين واصلة لعنا ودايما بتحكولنا قطفوا منها وشجرتنا الأسكادينيا فيها غصن نازل لعندكم أول ما يستو حبات الأسكادينيا لقطوهم لأن البلبل الشاي بنقرهم والسنة ما شاء الله شجرة التوت بنعنيها لازم نبعت لكل جارة صحن والدالية السمرية ورقها السنة ناعم طري كمان شوي بتيجي إم العبد أكيد رح يطلق الطبخة ويا سلام على شجرة البردقان الفرنساوي حلوة مثل العسل إجوا بنات العيلة لقطوها وأشروا الحبات بإيديهم من طراوة إشرها البستان مليان فواكه أشكال ألوان برقوق درقن وتفاح مز كمان بدنا ننادي بنت الجيران نلعب معها بيت البيوت وأقزة وكل الألعاب اللي علمونا إياها أهالينا زمان ويا ما قعدنا تحت المعرش نشرب قهوة ونفص في سبيزر ونشقح البطيخة ناكلها مع خبزة وجبنة ومرات مع بردقان والسلفات قاعدين على الكرسي يشرح بالهم بأم عفوله بامية وإجا الصبي عند الدرجة من فوق طار بالهوى مثل كل ماسورة آخر الدرج وشارية مرجح وصرخت عليه أمه خلص يا أمي إهدى كين هلا تيجي على راسك عميتي إماري وإبن عمه تسحسل عد رابزين من الدرجة لفوق لتحد وإمهم حكت لهم الله يهديكم خلص شغلتوا بالنا أما خباتهم البنات قاعدين عند الدرجة بيلعبوا أين المفتش أو بيلعبوا طاق طاقية وهناك عند الفضاء بنات الجيران بنط حبل ووقت الغداء روحوا أبوهم وعمهم من السوق معاهم كياس ورق لونهم بني فيهم عجينة قلاز وعجينة كنافة علشان بكرة في عندهم حذور عروس طلعوا الستات فوق وشار الغد جاهز وكل واحد عارف فين ما كانوا على الميدة وكلهم بيستنوا أبوهم بس يغير أمبازو ويشلح تربوشو ويقعد على الطاولة ولا حد يسترجي يسكب إلا لما قعد الأب وبسم الله الرحمن الرحيم ويلا اسكبوا صحتين وعافية وسهروا تحت المعرش وإجا الليل وحطوا راسهم وناموا وتاني يوم الصبح راح إبراهيم يخبز لسته ع الفرن الكماجات وكان رايح بالبيجاما والفانيلا وبالحفاية وبعيد عن السامعين كان الإشي عادي ولو التأف صحابه في الطريق لازم يلعب معهم بنانير ويحط بلية العجين على الرصيف وسته تستنى على باب الدار ولما يرجع يأخذوا الكماجات ويحطوا فطور تحت المعرش ويبدى نهاري جديد أيام خير وبركة ما رح تعود إلا إذا إحنا عدنا ورجعنا هاي الأيام بالمحبة وطيب النفس وحب الخير للغير عقبت عليكم بالعافية تحياتي ريبي العزيزي